اشتركوا في القناة هذا الجدار المتلوي جعل توفر الأمن لعشرات المناطق أمرا عسيرة وجعل الحياة اليومية أشد قسوة وأكثر معانا في بلدة بروقين بسلفيت اخترق الجدار البلدة بعمق ثماني كيلومترات ليعزل أكثر من ثلاثين بالمئة من أراضيها لكن رغم هذا فليس من شيء يساعدها على مواصلة الصمود فالعديد من المشاريع فيها تم رفضها من قبل الجهات الحكومية كما يقول الرئيس البلدية عكرم سمارة كان هناك حكي عن مشاريع دعم لهذه المناطق بخصوص طرق فتح طرق زراعية واستصلاح أراضي لأسف الشديد ما في من هذا الحكي ما وصلناش أي شيء هنا في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية ماس تعرض دراسة حول واقع التجمعات المتضررة من جدار الضم والتوسع حيث شملت مئتين وأربعة تجمعات متضررة وخلصت إلى ضرورة العمل على تنفيذ المشاريع فيها وتطوير قطاعات المياه والكهرباء والطرق لدينا 151 تجمع محاصر من الجدار وفي 53 تجمع معزول يعني أصبح خلف الجدار الاحتياجات الرئيسية بتتعلق في البنية التحتية وبتتعلق في قطاع التعليم والصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي وربما تصبح توصيات الدراسة أكثر إلحاحا للتطبيق إذا علمنا أن إسرائيل تريد جدار الفصل أساسا لحدودها مع دولة فلسطينية على حساب ما سرقته من الأراضي الأثار السلبية والتداعيات التي خلقها جدار الفصل عنصري للعديد من التجمعات السكانية المحاذية له جعلت العديد من المناطق تعد مناطق منكوبة غير أنه رغم ذلك فإن العديد من المشاريع المقدمة للحكومة من أجل بنائها في تلك المناطق ودعمها ما زالت ترفض دون إبداع الأسباب مرم الله يسرى البرغوثي تلفزيون القدس ترجمة نانسي قنقر